السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلام لسا مخلصين منذ قليل حلقة البث المباشر المهمة اللي عرضنا لكم فيها الأخبار المفرحة والأبطال وتابعوا هذه الحلقة للأهمية في حالة من الرعب الكبير من تأويل رؤى آخر الزمان ده السمة الغالبة على المرحلة اللي احنا عايشين فيها الآن أي معبر من اللي بيطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا أو عنده قناة أو بيعمل بث مباشر لايف وبيتلقى تأويل الرؤى خاصة ما يكون بث مباشر بيصطدم برؤى أكيد آخر الزمان وبتكون فيه رؤى عامة تخص الأمة الإسلامية تحمل معنى البشريات وأحيانا أخرى معنى الإنذارات والتحذيرات وبدأ المعبرين يحجموا ويبتعدوا تماما عن تأويل هذه الرؤى بسبب القبضة اللي موجودة خاصة لو هم من بلاد السعودية بلاد الحرامين ويشوفنا ناس كتير آخرهم المعبر فهد القرني اللي جات له رؤية فحاول يلمح معبرهاش فبعدها على طول بأيام منع من الظهور في القناة وبقى بيطلع في القناة بتاعته يتكلم عن أي مواضيع غير تأويل الرؤى في رؤية انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية طبعا رؤية خطيرة ورفض المعبرون تأويلها كالعادة رفضوا أن هم يقوموا بتأويلها وبصراحة يعني الرؤية دي صعب جدا أي حد مقيم في السعودية في بلاد الحرامين يقوم بتأويلها لأن هي رؤية واضحة وضوح الشمس ملخص الرؤية أن الرائي رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإحنا في الحياة ما عندناش حقوق الملكية للمقطع دوات ولكن أنا أقول لك اللي حصل فيه الرؤية الرائي رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والغريب في الموضوع يا أحباب أن الرائي رجل سعودي محب ومؤيد للنظام هناك خد بالك إن الله يسمع من يشاء سبحانه وتعالى راجل مؤيد ومحب كمان للنظام شاف الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤية بيقول له إيه اعطي هذه الورقة لمحمد بن سلمان ولي العهد طيب إيه اللي كان موجود ومكتوب في هذه الورقة كان مكتوب فيها إيه بالنص مكتوب لا ولاية ولا سلطان لك وهذا الرجل زي ما بقول لكم صالح الرؤية عبارة عن كلمتين رسالة في كلمتين لا ولاية ولا سلطان لك طيب إيه مدلول هذه الرؤية وهل الرؤى يا أحباب في شق والأحاديث في شق آخر بالطبع لا الرؤى واضحة جدا من حيث المعنى وفعلا هي بتؤيد الواقع لأن أنا في تقييماتي أن محمد بن سلمان لن يكون ملكا أنا عملت حلاء قلت الكلام ده طيب افرد عينوه ملك أو بقى ملك ده اكتهاد محتمل أن أصيب فيها وأخت مش بقول لكم قرآن يعني لكن نظرتي أن بن سلمان لن يكون ملكا وارجعوا الحديث يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم أبناء خليفة والخليفة في اللغة العربية هو الحاكم أو الأمير أو الرئيس لا مشاحة في اللفظ وفي المعنى يقتتلوا عند كنزكم ثلاثة كلهم أبناء خليفة ثم لا يصيروا إلى واحد منهم مش هيوصل الحكم للمتنازعين واحد يقول لي طيب ما هو بعد الناس دولا ما يقتتلوا هيظهر المهدي يا شيخ أنت قلت لنا أن في ملك الشهور وبعد كده في ملك الأيام وبعد كده في ملك الليالي إذن في ناس هيمسكوا أقول لك ما فيش تعارض لكن الحديث بيتكلم عن أول ثلاثة هيقتتلوا هيقتتلوا في كلهم أبناء خليفة أول ثلاثة دول اللي مش هيصل واحد فيهم لإيه؟ للملك أما بعد ذلك سيصل بقى للباقين وهذا اسمه الجمع ما بين الأدلة فالرؤية واضحة مش محتاجة تأويل مش محتاجة تأويل لن يستتب له الأمر ناس اللي بتطلع زعلانة وبتقول للسعوديين أنت عايز تبوز النظام نظام إيه اللي بوزه؟ ده كلام غريب جدا بنقول للناس الإمام المهدي ولا فلان يقولك فلان ده عجائب نقول لإخواتنا في السعودية في بلاد الحرمين خليفة الله في الأرض ولا الملك فلان يقولي الملك فلان حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا وسبحان الله لله في خلقه شؤون فطبعا إحنا مش ضد أي نظام ولا الكلام دوت خالص ولكن وكان أمر الله قدرا مقدورة الأحاديث ديت لازم تحصل وبأكد وبقول أنا عدت الكلام ده كتير وقلت لكم إن الإمام المهدي مش جاي ياخد السلطة من حد هم النظام بصفة عامة بتاع الحكم الجبري مش في بلاد الحرمين فقط بل في كل دول سايكس بيكو هو هيقضي على نفسه بنفسه ضرب الظالمين بالظالمين هذه سنن الله سبحانه وتعالى فهذه الرؤية أراها بشارة خير بقرب ظهور يظهر الإمام المهدي يظهر الإمام المهدي بعد اقتتال الثلاثة أمراء ورجعوا الحلقة مبارح أنا بحاول وأنا بتكلم معكم أربط ما بين كل الأحداث الحلقات اللي بننزلها لكم المواضيع اللي بعرضها ليكم مش اختيارة عشوائي فيه ربط كبير يعني لو مثلا تمسك حلقات مبارح هتلاقي مواضيع مختلفة بس فيه ترابط ما بين الأحداث زي خيوط الموضوع واحد يا أحباب انتبهوا فالإمام المهدي مش جاي ياخد الحكم من حد وهيظهر لكي يملأ الأرض عدل الناس اللي عايز العدل خلاص لكن فيه صنف نكد نكد هذا الصنف رافض للعدل لأنه يستفيد من الظلم ده بقى الإمام المهدي هيبقى ليه بالمرصاد ولن يرحمه مش هيسيبه زي كده الرسول عليه الصلاة والسلام لأوصانة أن انت تضرب على يد الظالم بيد ايه من حديد ليه علشان خاطر تستقيم دولة العدل اللي بإذن الله نراها أنها باتت قريبة لأن ظلم انتشر وملأ الأرض ولو أن الأرض تتكلم لحدثت الأرض بأخبارها ولا حول ولا قوة إلا بالحب تبشركم بهذه البشارة شارك الحلقة على جميع المنصات ولا تنسونا من صالح الدعاء بارك الله فيكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع الحلقة الرئيسية وبنكمل مع بعض الجزء الثالث للأحداث الكونية التي تسبق الإمام المهدي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته